بسم الله الرحمن الرحيم حلم عين سيم قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات ينفطر من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دوني أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت علي بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن العربي لتنذره من القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليك واتكلت وإليه أمين فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزوادا ومن الأنعام أزوادا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لهم مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يدتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقغي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فدى واستقل كما أمرت ولا تتبع أهواءه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينهم الله يدمع بيننا وإليهم مصير والذين يحادون في اللائمين بعد ما استذيب لهم حدة داحظة عند ربهم وعليهم وضبوا ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والنزال وما يدريك لعل الساعة قريب يستعدل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضدال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يازن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم تر الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشؤ الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد لهم فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افتري على الله كذبا فإن يشاء الله يخل على قلبك ويمحو الضار الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستديد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدوا من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وإنه بعباده قبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعين إذا يشاء قدير وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صفير شكور أو يوبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم ومما رزقناهم من موفقون والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجروا على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغمون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزب الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترىهم يعرضون عليها خاشعين من الذن ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما لهم من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من منجأ يومئذ وما لكم من نكين فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن قصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلط ما يشاء يهب لمن يشاء ناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمهم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا أمورا ولكن جعلنا أمورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر